السلام عليكم ورحمة الله وبركاته درس اليوم في الوحدة الخامسة المغناطيسية والحث الكهرومغناطيسي خمسة إلى ثلاثة كثافة الفيض المغناطيسي يتم تعريف شدة المجال المغناطيسي أو كثافة الفيض المغناطيسي بأنها القوة المؤثرة لكل وحدة تيار كهربائي لكل وحدة طول على سلك موضوع بزاوية قائمة مع المجال المغناطيسي ونرمز لها بالرمز بي وتقاس بوحدة التسلا وتكون كثافة المجال المغناطيسي أكبر بالقرب من قطب قضيب المغناطيس وتقل كلما ابتعدنا عنه ومن خلال التعريف نستطيع كتابة القانون الرمزي كالتالي بي تساوي F تقسيم I L حيث أن F هي القوة المؤثرة على الموصل الحامل للتيار وتقاس بوحدة النيوتن و I هو التيار الكهربائي الذي يمر عبر الموصل ويقاس بوحدة الأمبير و L هو طول الموصل الذي يتقاطع مع المجال المغناطيسي ويقاس بوحدة المتر ومن خلال القانون نستطيع استمتاج الوحدة المكافئة للتسلا وتساوي نيوتن في الأمبيرو السالب واحد في المتر السالب واحد ونستطيع من خلال القانون إيجاد القوة فالقوة F تساوي B I L فالقوة المؤثرة على موصل حامل للتيار الكهربائي موضوع بزاوية قائمة مع المجال المغناطيسي كما أن هذه المعادلة نستخدمها فقط عندما يكون المجال المغناطيسي موضوعا بزاوية قائمة مع التيار الكهربائي قياس كثافة الفيض المغناطيسي ظهار عملية 5 إلى 1 قياس كثافة الفيض المغناطيسي بالميزان التياري نقوم بتوصيل الدائرة الكهربائية كما بالشكل التالي والهدف من التجربة تحديد كثافة الفيض المغناطيسي بين مغناطيسين فالمجال المغناطيسي بين المغناطيسين منتظم تقريبا ويمكن قياس طول السلك L الحامل للتيار الكهربائي في المجال المغناطيسي المنتظم باستخدام المصطرة يوضع التركيب المغناطيسي على سطح كفة الميزان فعندما لا يمر تيار كهربائي في السلك لا يسجل الميزان أي قراءة وعندما يتدفق تيار كهربائي في السلك فإن السلك عند ذلك يخضع لقوة نحو الأعلى حسب قاعدة فيلمينج لليد اليسرى ووفقا لقانون نيوتن الثالث للحركة فإنه توجد قوة مساوية بالمقدار ومعاكسة بالاتجاه تؤثر على المغناطيسين فيندفع المغناطيسان نحو الأسفل وتظهر قراءة على شاشة الميزان وتحسب القوة F من خلال القانون F تساوي Mg حيث M هي الكتلة التي يقرأها الميزان بوحدة الكيلوغرام وجي هي تسارع السقوط الحر والذي يساوي 9.81 متر في الثانية والسالب الثنين وبمعرفة كل من القوة F من خلال القانون F يساوي Mg وشدة التيار I وطول السلك L من خلال قياس السلك بالمصطرة نستطيع حساب كثافة الفيض المغناطي CB من القانون B يساوي F تقسيم IL وهو مثال على الميزان التياري تجربة أخرى لقياس كثافة الفيض المغناطي CB بالميزان التياري في الشكل التالي يتزن الإطار السلكي على محورين فعندما يتدفق تيار كهربائي عبر الإطار يدفع المجال المغناطيسي الإطار نحو الأسفل ويمكنك إعادته إلى وضع الاتزان بإضافة أوزان صغيرة إلى الجانب الآخر من الإطار قياس كثافة الفيض المغناطيسي بالتسلاميتر أبسط جهاز لقياس كثافة الفيض المغناطيسي B هو جهاز تسلاميتر أو مسبار هول فعندما يمسك المسبار بحيث تمر خطوط المجال المغناطيسي بزاوية قائمة عبر الوجه المسطح للمسبار فإن الجهاز يعطي قراءة لقيمة كثافة الفيض المغناطيسي B ويعد التسلاميتر حساساً بدرجة كافية لقياس كثافة الفيض المغناطيسي للأرضي لقياس كثافة الفيض المغناطيسي لقياس كثافة الفيض المغناطيسي لقياس كثافة الفيض المغناطيسي